وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد وحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسبساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الحاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب وردت إلي عبر خدمة الواتساب أسئلة كثيرة جدا أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الله من العراق تقول كيف للقاتل أن يزهق حياة إنسان ملك للخالق وهل هذا يغير أجل الإنسان وكيف لملك الموت أن يسلب روح المقتول أخت أم عبد الله بارك الله فيك أولا لا بد أن نعلم علم اليقين بأن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر ومعنى الإيمان بالقدر أن نعلم أن نؤمن بأن الله عز وجل عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون وأن الله تعالى كتب مقادر كل شيء كتب مقادر كل شيء و أن الله جل وعلا خلق كل و أن الله تعالى مشيئته نافذة في خلقه و عباده فما شاء الله كان و ما لم يشاء لم يكن و خلق كل شيء فقدروا تقديره الله خالق كل شيء هذا هو الإمام بالقدر و لذلك من الأمور التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها أن الموت سواء بأي سبب و بأي وسيلة هو من قدر الله عز وجل فالإنسان إذا مات على فراشه أو مات في المعركة أو مات مثلا بقتل أو شيء من هذا كله بقدر الله كله لا يخرج عن قدر الله يعني أنت سألت القاتل طيب و الذي في المعارك أليس الأمر واحد فكذلك يا أخت الفاضل ذلك مهم جدا أنك تراجعين مسألة الإمام بالقدر المبنية على أربعة مراتب العلم أن الله عالم بكل شيء الثاني الكتابة كتب مقادير كل شيء الثالث المشيئة مشيئة نافذة في جميع خلقه و عباده و الرابع أن الله خال كل شيء فكل شيء بيد الله عز وجل كل شيء خلقه الله و بيده مقهور مربوب مدبر مصنوع نافذة فيه قدرة الله و قوة الله سبحانه وتعالى أماني من السعودية تقول أن أقرأ القرآن يوميا في كتاب تفسير و بعد كل آية تحت تفسيرها تقول أن أقرأ الآية و أقرأ تفسير هل هذا يعني لما أقرأ بهذه الطريقة تكون قراءة الآيات من غير مقاطعة أو بمقاطعة مثلا أختي أماني بارك الله فيك بالنسبة لقراءة القرآن لا شك بأنها على ضربين و نوعين قراءة عادية يقرأ الإنسان القرآن لمجرد القراءة و قراءة تدبر أنت الآن تقرأين قراءة تدبر بمعنى تقرأين الآية و تقرأين تفسيرها هذه الطريقة لا تقطع عليك أجر القراءة بل أنت أفضل من الطريقة الأولى إلا في الأزمان الشريفة مثل رمضان و مثل عشرة ذي الحجة يعني استحب العلماء للإنسان أن يكثر من الختمات لكن هذه الطريقة أفضل تقرأين عن ما يتساءلون تشوفين تفسيرها مثلا ثم ترجعين عن النبأ العظيم تشوفين تفسيرها طيب أو أنك تقرأين السورة كاملة تقرأين السورة ثم ترجعين إلى تفسيرها أو تقرأين مقطع مثلا من سورة طويلة مثلا مثلا سورة البقرة وترجعين إلى تفسيرها هذه نعمة من نعم الله ولذلك كان بعض الصحابة يمكث سنوات طويلة في السورة الواحد يعني ابن عمر يقول ما كت في البقرة ثمان سنوات يتدبرها و يتأملها و يتفهمها و يتعقلها و يعرف أحكامها بارك الله فيك يا أماني أم عبد الرحمن من قطر تقول وضعت مكياج يعني بطريقة جميلة جدا و نعمل في مدرسة بنات جاء وقت الصلاة هل ممكن أمسح على وجهي الماء ثلاث مرات أم يجب علي إزالة المكياج نهائيا لأنه صعب إزالته أختي أم عبد الرحمن من قطر بارك الله فيك بالنسبة لغسل الوجه فرض من فرض الوضوء لا يصح الوضوء إلا به و يجب على المتوضى أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فإذا كان هذا المكياج يمثل طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى البشرة ما صح وضوءك يجب عليك أن تمسح المكياج و أن تتوضي وضوءا عادية أما إذا كان لا تقول الله هو الماء يتسرب و يصل إلى البشرة و هذا المكياج ما يمنع وصول الماء ما عليك شيء ولله الحمد لكن أنا أنصحك يا أخت الفاضلة أنك تتوضعين قبل مثلا قبل تتوضعين قبل ما تضعين المكياج و بعدين تصلين في هذه الحالة و إذا و الله صعب عليك ممكن إذا رجعت البيت قبل أذان العصر إذا رجعت البيت قبل أذان العصر تصلين الظهر و تصلين الظهر و بعدين إذا أذن العصر تصلين العصر في أول وقته بارك الله فيك تقول والله صعب و نحب نصلي في المدرسة لا بد تزيلين المكياج إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة جنان من العراق تقول هل هناك الصلاة قبل صلاة العصر جنان بارك الله فيك من العراق بالنسبة لأربع ركعات قبل العصر ورد فيها حديث متكلم فيه عند أهل العلم و الراجح بأن الحديث حسن من جهة الإسناد و هو قول النبي عليه الصلاة و السلام رحم الله و رأى أن صلى قبل العصر أربعا يعني بفعل المصلي إذا أراد أن يصلي قبل صلاة العصر بعد الأذان طبعا يصلي ركعتين ركعتين حمد عبد ربه يقول هل يجوز لشارب الخمر حمد طبعا من الإمارات يقول هل يجوز لشارب الخمر أن يصلي النوافل و السنن حمد بارك الله فيك إذا كان تقصد صلاة النوافل و السنن أثناء شربه الخمر يعني حينما يكون سكرانا لا ما يصح ما يجوز طبعا ما تصح منه الصلاة لأن الله تعالى قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ولذلك السكران ما يعلم ما يقول فإذا شرب الخمر سكر فلذلك ما تصح منه لا صلاة الفرض ولا صلاة النهل أما إذا قصدت أن تقول يعني هل شارب الخمر اللي يشرب الخمر لو صلى النوافل تقبل منه الجواب نعم يعني بمعنى أنه في غير وقت السكر في غير وقت السكر في حالة الصحو نعم تقبل منه بإذن الله تعالى أبو عبد الله العنزي من السعودية بارك الله فيه يقول أنا واضع مأسبي لأمواتي وجميع أموات المسلمين و كل عمل أشرك المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أبو عبد الله بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك هذا العمل الصالح وهذه النية الطيبة لكن يا أخي الفاضل أنا ما أعرف أنا في حدود اطلاعي و يعني في هذه المسألة أن أحد من الصحابة مثلا أو العلماء كان يضع الصدق لجميع أموات المسلمين مثلا يقول لأموات وجميعهم أنا ما أعرف هذا الشيء ولا أحفظ في هذا الشيء ولذلك يا أخي الفاضل الدعاء للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات هو المشروع هو الذي جاء به النص في القرآن والسنة بالنسبة للصدقة هذه لك والأمواتك فأنت اهتم بنفسك سوي الصدقة لك أنت و إذا حبيت تصدق عن أمواتك و عندك قدر زائد تصدق عن أمواتك أرحمك مثلا هذا اللي لكن أنا ما أقدر أقول لك أيضا ما يجوز لكن أنا ما أشوف هناك عمل عليه عند السلاف عند العلماء ما فيه و لو كان موجود لاشتهر و جاءت النصوص فيه فهذه ملاحظة حقيقة أنا أشوفي من خلال الأسئلة كثر السؤال حول هذه يعني بعض الناس يقول لك والله أنا حاطم سبيل أقول هذا المسلمين جزاك الله خير على هذه النية و على هذا القصد لكن أنا ما أعرف والله أحد يفعل هذا و إنما الإنسان يعمل لنفسي خاصة الصدقات هذه و إذا أحب لي أرحمه مثلا أمواته طي يجعل الصدقة لهم بارك الله فيك صابر من فرنسا يقول ما حكم الرجل الشعيح الذي يبخل على زوجته و أبنائه و له راتب و مرتفع و موظف صابر بارك الله فيك البخل و الشح لا خير فيهما و لذلك الله عز وجل ذكرهما في معرض الذنب البخل و الشح و العياذ بالله نسأل الله العافية و السلامة و لا شك بأن المرأة التي تعيش تحت زوج بخيل تعيش في جحيم معروف بأن المرأة التي تعيش تحت رجل بخيل فإن تعيش في جحيم في عذاب في يعني يقطر عليها و يقطر عليها بالقطارة مثل ما يقولون لا شك بأن هذه عيشة صعبة و لذلك هذا الرجل ينصح و يذكر بالله و يخوف بالله خاصة و عند راتب مرتفع مثل ما ذكرت و يبين له بأن حق المرأة على زوجها عظيم حق الأولاد على أبيهم عظيم أيضا فلا يجوز له أن يبخل عليهم في الضروريات و الحاجيات و الله إذا قال أنا التحسينيات و الكماليات هذه الأشياء الكسوارات و الأشياء أنا ما أجيبها من حقه لكن يقتر على زوجته و على أولاده في الضروريات و الحاجيات لا هذا شيء عظيم و لذلك للمرأة الحق أن تفارق زوجها إذا أرادت لأنها متضررة لكن تصبر عليه و تذكره و تخوفه بالله و تبين له أن من الأمور الواجب عليه الإنفاق عليه و على أولاده بارك الله فيك عبد الرحمن صالح من أبوظبي يقول لدي شركة توصيل و أستعمل سيارات إيجار هل علي حرج في ذلك و هل علي حرج إذا أوصل طلبات من تجار غير مرخصين و هل علي حرج إذا أوصلت بضايع مقلدة لتجار و بعضها مغلف أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك و بارك الله في ما أعطاك و صلى الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال الطيب التجارة الأصل فيها الحل و الجواز و الإباحة هذا الأصل في التجارة و قضية توصيل الطلبات أو مثلا التحميل و التنزيل الأصل فيها الإباحة إلا إذا كان هناك محذور شرعي من المحذورات الشرعية نقل المحرمات ما يجوز لك أنك تنقل المحرمات الأشياء التي محرمة علينا في الشرع ما يجوز من المحذورات الشرعية مخالفة أوامر ولي الأمر فإذا ولي الأمر منع التعامل مع شركات غير مرخصة ما يجوز لك ولي الأمر منع التعامل مع جهات مثلا مثل ما ذكرت لديها تقليد للماركات وتخالف النظام تخالف كذا وتضرب الاقتصاد لا يجوز لك أبدا لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فولي الأمر لما وضع مثل هذه الأشياء حماية للاقتصاد حماية للتجار حماية للمستهلكين أيضا يعني المصالح معروفة فلذلك ما تعين على مثل هذه لأن الله تعالى قال و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان أبو شمسة من أبو ظبي يقول سأدخل مشروع مع شريك بمئة ألف يقول لا يوجد لدي إلا خمسين ألف نصف المبلغ اقترحت على شريكي أن يقرضني خمسين ألف و أنا أرجعها له من خارج المشروع أو من المشروع هل المعاملة جائزة؟ أخي أبو شمسة من أبو ظبي الجواب نعم معاملة ما فيها بأس أنت دفعت نصف المبلغ و اقترثت مبلغ اقترثت من شخص اللي هو الشريك ما فيه بأس ما لا علاقة بالشريك قلنا أنا أريد خمسين ألف منك و سأردها لك هذه الخمسين مضمونة بخلاف الشريك الشريكة قد تربح و قد تخسر فالربح بينكما و الخسارة على رأس المال تنتبه لهذا بارك الله فيك أم عبد العزيز من العراق تقول جدتي و عماتي يكرهون من زمان ما يحبون أمي و كلنا يعني كرهنا كرهناهم على كره أمي و حتى أبوي أو كرهونا على كره أمي حتى أبوي كان ما يعني يريدون لأن زين معانا و حنا نتواصل معاهم علشان ما يغضب علينا الله عز وجل و عشان صلة الرحم بسحيل دايسين علينا و تعبونا و آخر شيء يتهمون بالسحر و شيء من هذا القبيل أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك لا شك أن هذا نوع من أنواع الابتلاء و نوع من أنواع الفتنة خاصة بين الأرحام نسأل الله العافية و السلامة لكن السؤال ليش الجدة و العمات يكرهون الوالدة هل كرهوها هكذا لغير سبب إذا كان كرهوها لغير سبب فهو لا ظلمة ظلمة سيعاقبهم الله عز وجل و سيسلط عليهم من يبغضهم من داخل بيوتهم و سيفرق الله بينهم و بين أحبتهم لأن هذا سنة الله الكونية القدري إذا كان والله الوالدة يعني تعاملت مع معاملة سيئة قديم أو حديث سببت لهم مشاكل شيء تعتذر الوالدة حتى يغلقون هذا الملف تقول والله آسفة و كنت في زمن جهل و كنت ما يعني كذا و تعتذر الاعتذار يعني من صفات المؤمن المؤمن يعتذر إذا أخطأ يتراجع إذا أخطأ ما عنده مشكلة لأنه واثق من نفسه يقول استغفر الله وتبري سامحون جعلوني في حل أنتم لما تدخلون في المعمعة غلط يا بنتي الله يحفظك لأنك أنت الآن تقول كرهونا عشان كر أمي لماذا؟ لأنك ما تصلونهم يمكن أنت تقولين نصلهم لكن ممكن تتحببون إليهم ممكن تقولون لهم يعني المشكلة اللي بينكم بين الوالدة إحنا ما لنا علاقة إحنا طرف ثالث يعني ممكن نصلح بينكم حاولوا قدر ما استطاع إذا والله معندين و يتهمونكم بالسحر هؤلاء ظلمة هؤلاء سيسلط الله عليهم إذا كانوا هكذا يتهمونكم بالسحر و أنتم براء و أنتم نظيفين يتسلطون على الوالدة من غير وجه حق هؤلاء الظلمة و العياذ نسأل الله العافية هذه موجودة الآن عند كثير من الناس يوجد مثل هذه التصرفات و هؤلاء سبحان الله العظيم ما يموتون إلا يذيقهم الله عز وجل من نفس الكأس اللي يضرمون فيها خاصة بما يتعلق بالأرحام نسأل الله السلامة و العافية أخت الفاضلة كوني أنت محضر خير حاولي أن تصلحي بين يعني جدتك و عماتك من جهة و والدتك يقولوا خلاص يكفي الماضي انسوه نفتح صفحة جديدة حاول و ما تدري لعل الله عز وجل يجري الخير على يديك أم سامر من السعودية تقول يا شيخ زوجي تشاجرت معاه و طلقني و سأل شيخ و قال وقع الطلاق سؤالي زوجي لما رجعني ما قال أي شيء يعني رجعتك لعصمتي أو زي هذا الكلام و أنجبت ولد و بنت و نفسيتي تعبان و محتارة هل علي شيء؟ أختي أم سامر ما عليك شيء ما عليك شيء لأن زوجك الذي استفتى الشيخ و قال لها وقع الطلاق أكيد استفتى قال كيف أرجعها فقال له يقول راجعتك يا فلانة طبعا زوجك أخطأ المفترض يقول قدامك المفترض يقول أمامك يعني أم سامر راجعتك أما و أنت تقول ما سمعت قد تكون إن سمعت و نسيتي قد يكون هو قال لي الشيخ قال لي أهله أنا رجعت فلانة يكفي هذا ما في داعي أنك تقلقين بارك الله فيك أم هاجر من العراق تقول عندي مرض مزمن أستعمل له دواء و الحمد لله تزوجت في وقت متأخر من عمري بسبب هذا المرض و ظروف قاهرة أخرى لم يحصل لي إنجاب زوجي عصبي جدا عشت معه يعني بالمر أسلوبه موزين معي أخلاق غير جيدة ما عندي أحد ألجأ إليه غير الله أعيش في دواء من الحزن تريد نصيحة أم هاجر بارك الله فيك هذا ابتلاء أيضا هذا من الابتلاءات حاول قدره مستطاع أن تطيع الله في زوجك كما أنه عصى الله فيك بهذا الغضب و هذا الحمق و هذا اللي ذكرتي أنت أطيع الله فيه و إذا أطعت الله فيه الله عز وجل بيسر لك الأمور إن شاء الله ما عندي نصيحة غير هذا أطيع الله فيه و لا تعاملين بنفس المعاملة اللي عاملك فيها و قولي له دائما اتق الله اتق الله و يعني حاول قدره مستطاع أنك تبتعدين عن الأشياء أو التصرفات اللي تستفزه وتجعله يغضب و يتصرف بمثل هذه التصرفات أبو خليفة من العين يقول عندنا أغنام نطعمها كيف يتم إخراج الزكاة منها و نحن نأكل منها باستمرار هل يجوز إخراج مبلغ عنهن بعد تقدير سعر الذبيحة لصعوبة وجود من يرغب بعطائه الذبيحة و عدم معرفتنا بقيم أو بتقييم من يستحق أخي يبو خليفة من العين بارك الله فيك بالنسبة للأغنام اللي تعلف أغلب الحول معلها زكافة الراجح من قول أهل العلم و ذلك لقول النبي صلى الله عليه و آله وسلم في سائمة الإبل كذا في سائمة الغنم كذا و السائمة هي التي ترعى أغلب الحول ترعى الحول كله أو أغلبه أما المعلوفة الحول كله أو أغلبه ما فيها زكافة الراجح من قول أهل العلم لذلك أنت غير محتاج إلى مثل هذا التفصيل ما دم تعرف غنمك و تصرف عليها من جيبك ما عليك زكاء ولله الحمد والمن زاهدة من أندونوسيا تقول هل يجوز قراءة سورة البقرة على مدار الأسبوع يعني كل يوم أقرأ مثلا ثمن زاهدة بارك الله فيك من أندونوسيا الجواب نعم يجوز أن تقرأ البقرة يوميا كاملة يجوز أن تقرأ البقرة وتقسمينها على الأيام لكن الأفضل والأكمل أنك تقرأينها مثلا يوم في الأسبوع ثلاثة أيام في الأسبوع مثلا إذا كان عندك والله أنا أوزعها على الأسبوع لا الأفضل أنك تقرأين القرآن كاملا لكن إذا أردت الخير والبركة من سورة البقرة كما جاء في الحديث إقرأوا البقرة فإن أخذها باركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة لا إقرأي يوميا يوما عفوا إقرأي في يوم كامل ويوم الثاني أتركي والثالث وبعدها إقرأ يعني مثلا ثلاث مرات في الأسبوع تقرأين كاملة يعني تقرأين البقرة ثلاث مرات في الأسبوع أو مرتين مثلا إذا كان عندك صعوبة في يعني القراءة اليومية نورة من مدينة الخرج من السعودية تقول أنا يعني رعيت والدتي في فترة مرضها وكنت مسؤولة عنها وأن احتياجاتها ومواعيدها وأديت واجبي وكانت مقعدة لمدة خمس سنوات رغم أنني الصغرى توفيت والدتي وعندما اجتمعت بإخواني وأخواتي أبلغتهم عن وصيتها كلهم قالوا متنازلين لك لأني شلتها وتركت عملي ولا تزوجت علشانها الآن يا شيخ بعد سبع سنوات على وفاتها الآن بنبيع البيت حقها كلهم غيروا رأيهم أنا الوحيدة منهم عايشة بإيجار ومحتاجة هل يحق لهم الرجوع بكلامهم وهل علي إثم لو بعت البيت بحكم أني الوصية أخذ ما وعدوني به أم لا أختي نورة من الخرج من السعودية بارك الله فيك اللي فهمت من سؤالك أن بعد وفاة الوالدة أخوانك اجتمعوا وتنازلوا لك وقدروا ما قمت به خلال مرض الوالدة وتركت عملك وما تزوجتي وقدمت تضحيات وهم عايشين ما شاء الله مرتاحين وما تكلفوا ولا تعبوا باللي أنت تعبتي وقدروا هذا الشيء وتنازلوا عن حقهم في البيت تنازلوا عن حقهم في البيت أسقطوا الآن بعد مرور السنوات جاهم الطمع والعياذ بالله وقالوا لا نريد حقنا ليس لهم حق لأن القاعدة الشرعية أن الصاقط لا يعود فهم أسقطوا حقهم خلاص مدام أسقطوا حقهم برضاهم ما في إكراه وما فيه مثلا تحايل وما في أي شيء هم بطوع اختيارهم وكامل قواهم العقلية قالوا يا نورا احنا ما نريد أنت ما قصرتي والبيت كله لكي ما لهم حق يرجعون خلاص خلاص ما لهم حق يرجعون وفهمهم هذا الكلام ولك الحق الكامل في البيت وإذا حبيتي تثبتين هذا الأمر تذهبين إلى المحكمة والمحكمة إن شاء الله ستقف معك عبدالله عطار من ألمانيا يقول أنا عندي بيت أجرته وعندي أسهم في المصرف هل علي أن أدفع الزكاعة على أجار البيت وأرباح الأسهم فقط أم على ثمن البيت والأسهم والإيجار كلها مع بعض عبدالله العطار من ألمانيا أخي الفاظ أولا بالنسبة للبيت المستثمر من حيث التأجير الزكاة في الأجرة لا في قيمة البيت بارك الله فيك فأنت ما تخرج زكاة البيت قيمة لا تخرج زكاة الأجرة إذا بقيت خلال السنة يعني مثال أنت الآن تحصل الأجار شهريا مثلا أو كل شهرين تصرفه إذا صرفت معلك زكاة إذا بقي عندك تستقبل في سنة جديدة إذا بقي عندك وقد بلغ النصاب تزكي أحيانا يا أخوي الفاظر عبدالله بعض الناس يستلم الأجار في أول العقد هذا يستقبل سنة جديدة بعض الناس لا يستلم الأجار في آخر العقد آخر السنة بمجرد استلامك الأجار في آخر السنة تزكي مباشرة لأنه في حكم المقبوض خلال هذه السنة بالنسبة للأسهم على نوعين في أسهم استثمارية وفي أسهم مضاربة الأسهم الاستثمارية هذا اللي أنت ما تريد بيع السهم تريد الأرباح الزكاة على الأرباح فقط وليس على أصل السهم في أسهم مضاربة تتقلبها في السوق تضارف فيها كلما ارتفع السهم بعت انخفض قبض يعني بهذه الطريقة هذه تزكي السهم بسعره بسعر البيع يسمونه السعر السوقي مع الأرباح الموجودة غير المصروفة يعني تشوف آخر السنة ما الذي عندك عندك ألف سهم طيب تحسب قيمتها الحالي وليس شعر السراء شعر عفوان الشراء السعر الدفتري لا السعر الحالي وأيضا تضيف إلى الأرباح الموجودة وليست المصروفة بارك الله فيك الأخت أم أسامة من ألمانيا تقول يعني بأنها بعد ما تزوجت كان عندها ذهب وعندها بيت تقول اضطريت إلى بيع الذهب ونص بيتي وزوجي حط مبلغ واشترينا أرض بس الأرض كان زوجي يريد تسجيل يسجل نصفها باسمي وجاء أخو أخو زوجي وتكلم معه وما رضي يسجل نصف الأرض باسمي حسب ما ذكرت تقول بعد مرور عشر سنوات على الأرض وكانت موجودة أخو زوجي باع الأرض أعطانا جزء من المبلغ المبلغ الباقي ظل معه واشترى شيء حسب ما قالت وبعدين تقول بعد فترة حصل خلاف وذكرت لي زوجي بأن هذا حقه وحق أولادي كيف الآن ما يعطينا النصف أختي أم أسامة من ألمانيا هذه مشكلة يعني هذه خصومة ما نستطيع أن نجيبك إلا بعد ما نسمع الطرفين نسمع زوجك نسمع أخو زوجك وأنت أقحمتي أيضا شخص رابع وهو صديق أخو زوجك حسب السؤال ولذلك سامحين أختي الجواب على هذا ما يصلح نستمع إلى الطرف دون الطرف الآخر لأن هذه خصومة هذه ليست يعني فتوى مثلا يقال هكذا اذهبي واخذي لا لابد من سماع الأطراف ولذلك أعتذر منك إذا حبيتي تتصلين مثلا في البرنامج أو ترسل رسالة أو زوجك يرسل يوضح الصورة كاملة ممكن نجيبك بعد ذلك أمت الله من المدينة تقول هل الإنسان الذي يموت وهو يأكل يبعث يوم القيامة وهو يأكل أختي أمت الله من المدينة الجواب لا والمقصود يبعث المرء على ما مات عليه من عمل وليس من فعل يعني أكله شربه كذا لا يعني من مات وهو نائم يبعث نائم لا من مات غص بلقمة ما يبعث يوم القيامة وهو يغص في اللقمة المقصود العمل يبعث المرء على ما مات عليه من عمل صالح أو غير صالح خليفة نعيمي من الإمارات بارك الله فيه يقول هل تجزئ المناديل المبللة في الوضوع علما بأن المناديل كما تعرف تحتوي على نسبة عالية من الماء وتوجد منها نوعية من غير رائحة خليفة نعيمي بارك الله فيك إذا كانت هذه المناديل المبللة يسير منها الماء على العضو يعني إذا عصرتها سال الماء على العضو ما في شيء ما دام أنها طاهرة أما إذا كان مجرد بلل تمسح فيه بلل لا ما يصرح لابد من إسالة الماء على العضو لابد من إسالة الماء على العضو جميع أعضاء الوضوع الوجه واليدين والرجلين الرأس يمسح فأنا ما أعرف أن المناديل هذه يسير منها الماء المناديل هذه مبللة ويمسح بها مسح هذا ما يصرح يا أخي الفاضل لا بد من إسالة الماء على العضو أمين من دبي يقول خلال أيام الدراسة الجامعية كنت في الغربة لم أكن أصوم الشهر كله ولا أذكر كم يوم ما صمت خلال تلك السنوات الحمد لله بعد ذلك كنت أصوم الكثير من النوافل صيام الأثنين والخميس وغيرها لكن لا أذكر صراحة إن كنت نويت صيامهم كتعويض عن الأيام التي أفطرت فيها أتبرع بإفطار صائم كل سنة حتى تعوضني عما سلف الآن أنا مريض سكري وعندما أصوم رمضان أتعب كثير لكن أستمر في الصيام والحمد لله هل علي شيء أمين بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك كتب الله أجرك أخي الفاضل يعني إذا كنت فعلا قد أفطرت أثناء غربتك وأثناء الدراسة يجب عليك أن تقضيها بنية ما يصرح أنك تصوم الأثنين والخميس والأيام البيض مثلا هذه سنة وهذهك فريضة فذمتك مشغولة بالفريضة يعني الله عز وجل يسألك يوم القيام عن أيام رمضان ما يسألك عن الأثنين والخميس لا يجازيك على الأثنين والخميس بالأجر والثواب لأنه سنة والأيام البيض ولذلك لا بد من نية من الليل أن تقول الآن الحمد لله تستطيع صوم رمضان بصعوبة هذا في أيام الصيف أعتقد بأنك قادر على القضاء في أيام الشتاء نحن أيام الشتاء قريبة إن شاء الله النهار قصير الجو بارد فاحتسب الأجر حتى لو صومت يوم الأثنين والخميس لكن أهم شيء تتسحر من الليل قصني تنوي من الليل سواء تسحر أو لم تتسحر لكن الأفضل السحور في السحور بركة وتصوم الأثنين والخميس بنية القضاء عن الأيام التي تعتقد بأنك ما قضيتها وإن شاء الله يكتب لك أيضا أجر صيام الأثنين والخميس لكن أهم شيء أن تنوي نية القضاء رحمة من العراق بارك الله فيها تقول هل يجب قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات قبل البدء بقراءة القرآن أم القراءة مباشرة رحمة من العراق بارك الله فيك لا ما يجب ولا يسن لا يجب ولا يسن ولذلك الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يفتح المصحف يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ وإذا كان يريد أن يكمل يعني ليس من أول السورة من وسط السورة مثلا يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقرأ ما في داعي أني أقرأ سورة الإخلاص قبل ولا أسوي طقوس ولا شيء معين ما في داعي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يقول أنا علي نذر من سنة حيث زوجتي عملت عملية جراحية وقلت إذا نجحت العملية أذبح ذبيح الحمد لله نجحت العملية والآن لا أستطيع على ثمن الذبيح هل أطعم عشر مساكين يكفي ذلك أبو محمد الحمد لله على سلامة أمو العيال وصلى الله عز وجل أني بارك فيها وفيك لا تنذر مرة ثانية أبو محمد لا تنذر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر قال إنما يستخرج به من البخيل والنذر لا يغير من قدر إلا شيء احذر النذر بارك الله فيك الآن الذبيحة في ذمتك واجب عليك لأنك أنت ألزمت نفسك بها أو جبتها على نفسك تذبح الذبيحة تنتظر حتى يغنيك الله عز وجل وإن شاء الله ربي يغنيك وتذبح الذبيحة ما تفعل غير ذلك الآن يعني تهتم اهتمام كبير في أنك توفي بهذا النذر متى ما أن توفر مبلغ الذبيحة أم عبدالله من الأردن تقول رجل عنده زوجتان زوجة الأولى تمنع زوجها من الإنفاق على زوجته الثانية وتقول هذا مالي ومال عيالي وعندما تشتري شيء لبيتها ويعاتبها الناس تقول أنا ليس علي إثم بل زوج يتحمل الإثم أم عبدالله بارك الله والله أنا أتمنى أن زوجها يسمع الكلام هذا أنا أتمنى أن زوجها يسمع الكلام هذا ويعرف بأن المرأة الآن قاعدة تحمل إثم وتأثمه وتجعله يرتكب خطيئة أو ذم و هي تقول أنا ما لي علاقة أنا قلت له فقط ما يجوز حرام و لا تعتقد زوجتا الأولى بأنها ستسلم لا هي ظالمة أيضا هي ظالمة بأي حق الآن تمنعه أنه ينفق على زوجتا الثانية زوجتا الثانية الآن لو قدر الله بعد عمر طويل توفي الزوج هي و إياه يشتركان في الثمن هي و إياه يشتركان في الثمن في مال الزوج فما في داعي لمثل هذا الظلم و العياده بالله و تحذر هذه المرأة أن الله يسلط عليها شيء لأن الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم عاقبته و خيمة الظلم من سنن الله الكونية أن يسلط على الظالم في الدنيا و زوجها يجب عليه أن يكون عادل و منصف و لا يستمع لكلامها لا يستمع لكلامي كيف الآن زوجها تقول لا تفق على الثاني هذا مال و مانع عيالي هذا ليس مالك و له مال عيالك هذا مال زوجك الآن أي امرأة تقول الله اللي عند زوجي مالي مو صحيح غير صحيح يعني الآن لو كان عندك مال هل زوجك الآن يقول الله هذا مالي مو صحيح المرأة لها ذمة مالية مستقلة و الرجل له ذمة مالية مستقلة أنت زوجك متفضل عليك زوجك هو صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى اللي عنده ليس مالك ولا مال أولادك هذا ماله هو إذا مات بعد ذلك ينتقل المال إلى الورثة ولذلك على الزوج أن يتق الله وأن لا يستمع لكلام زوجته الأولى وأن لا يعني يوافقها على الظلم هذا ينفق على الزوجتين ويراعي الأمور ويعدل بينهما محمد أشرف من السودان يقول ما حكم الذي يبيع السجاير والكريمات محمد من السودان بارك الله فيك بالنسبة للبيع الأصل فيه الحل والجواز والإباحة والكريمات يجوز بيعها الكريمات والمناديل والأشياء لا يجوز لكن الدخان هذا محرم ولا يجوز وما حرم بيعه حرم ثمنه ولذلك شيل عنك الدخان هذا ابعده ويشتغل بالمباح الكريمات المعجون معجون الأسنان الأشياء التي يحتاجها الناس مثلا هذه بيعها مدام أنها حلال أما السجاير لا تركها عنك بارك الله فيك أم لما نوال الزهراني من السعودية جدة طبعا أم لما سؤالها طويل يعني الخلاصة بأن عندها حصالة وتجمع فيها مبالغ مالية تقول كثيرة يعني أحيانا تقول أضع خمسين درهم أحيانا ألف درهم تقول أنا في النهاية ما أستطيع أفتاح الحصالة أطلع ثلاثمائة ريال زكاة يعني ما حكم ذلك أختي نوال الزهراني من السعودية جدة لا ما يصرح لا بد أن يكون عندك حساب لا بد أن يكون عندك حساب حاولي قدر المستطاع أن اللي تدخلين في الحصالة تعرفينه ضروري والآن يلزمك تخرجين تفتحين الحصالة إلا في حالة واحدة تقولي لا أنا أتوقع بأن اللي دخل الآن الحصالة ممكن 12 ألف أنت طلعتي مثلا تقولين ثلاثمائة ريال زكاة إذا كان بهذا التقدير تقول والله يمكن عشر تألاف عشر تألاف يمثل وخمسين أنت زودتي مأجورة ما يحتاج تفتحين الحصالة تقول لا والله ما أدري أنا ما أدري شلي فيها فأطلع الثلاثمائة هاكل افتح الحصالة اكسريها وشوف المبلغ استفيد منه أنت وعيالك وزكيه أيضا ومستقبلا إذا عندك الطريقة هذه حاولي أن تكون لك حسابات واضحة ومعينة حتى تخرجين الزكاة أمت الله من الأردن تقول يعني لخالة كنت متزوجة من ابنها حصل طلاق ظلمتني حرمتني من أولادي السنين لا زالت بإمكاني أشتكي وأطلب حقوقي من ضمنها رؤية أولادي بالمحكمة لكن لأنها رحمة لا أريد وإن شفت أسلم عليها وزرتها مرة ولولا أنها رحمة وخوف من الله ما أريد رؤيتها قلت لنفسي إني سامحتها ولو ما عملت لكن ما أنسى ظلمها كلما أتذكر ظلمها أقول حسبي الله ونعم الوكيل هل تذكري لظلمها لي ينافي مسامحتي لها أخت أمت الله بارك الله فيك لا الجواب لا يعني قول حسبي الله ونعم الوكيل تذكرك الظلم مثلا الذي وقع عليك من جهتها هذا لا ينافي المسامحة لأنك أنت سامحتي فيما يظهر ظاهرا لا باطنا وهذا طيب هذه خطوة طيبة تقود إن شاء الله إلى العفو والصفح القلبي لكن أنت غير ملزمة بأنك والله تحبين حب يعني عظيم وهي ظلمتك وقهرتك وحرمتك من أولادك ما يلزم لكن إذا شفتها وتذكرت الظلم هذا صعب إن إنسان يقول والله لا تذكر هذا الشيء هذا ليس بإرادتك وتقول حسبي الله أن الكلمة طيبة هذه جملة طيبة بارك الله فيك خديجة من السعودية طبعا خديجة تقول بأنها كانت من زمان تقول كانت حامل قبل 16 سنة تقول ما كنت عارفة أني راح أولد ودخلت الحمام أكرمكم الله يقول أسقط تقول أسقط من دون قصد وأنا زعلت من ذلك الوقت ماذا علي خديجة من السعودية بارك الله فيك ما عليك شيء امرأة حامل وفي الأشهر الأولى ما تدري دخلت الحمام ثم سقط منها الجنين غير قاصدة أو غير يعني ما تسببت في شيء ما عليك شيء ما في دعي لمثل هذا القلق بارك الله فيك أم صالح من العراق تقول قبل 6 سنوات عمي اتصل علي وطلب من عندي مليونين حتى يتزوج وزوجي ما قبل لأن عمي يكذب وأنا اتصلت على خالي وطلبت منه وخالي وعمي أولاد عمومة خالي أعطى عمي وعمي قبل ما يأخذهم قال أرجعهم بعد شهرين وعمي ما رجعهم وطلب مني ما أتدخل وإني اتصلت على خالي وخالي تنازل عن الفلوس من عرف اللي صار وأنا ضميري غير مرتاه ما عندي إمكانية أرجعهم ما العمل أختي أم صالة من العراق ما عليك شيء ولله الحمد والمنة أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل وأنت متفضلة والواجب على هذا الخال أنه يقدم لك الشكر على ما بذلتي وسعيتي وكون يعني عفو أن العم وكون خالك تنازل عن هذا يؤجر هو يعني يسر على معسر وفرج كربة إنسان وأيضا رعى يعني الأمور اللي رعاك أنت وقدر كلامك فما في داعي لمثل هذا القلق علي من العراق يقول هل يجوز تزيين القبور وما هو حكم نصائب القبور علي بارك الله فيك بالنسبة لتزيين القبور عبث وبدعة ومحدها من حيث الورود ومن حيث الرخام ومن حيث الرفع ومن حيث هذا كله ما نهى عنه النبي عليه الصلاة وأبطله كان من أعمال الجاهلية أما وضع النصائب ما في بأس النبي عليه الصلاة وضع حجر عند قبر عثمان بن أبي العاص يتعرف على قبر أخيه ولذلك وضع النصائب على القبور سواء واحدة أو اثنتين مثلا حتى يبين حدود القبر ما في شيء والقبر ما يجوز رفعه أكثر من شبر هذا الشبر من الخنصر إلى الإبهام أكثر من شبر ما يجوز رفعه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام ولأن الصحابة ذهبوا فمسحوا القبور لا تدع قبراً حديث علي بن أبي طالب لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته يعني بالأرض إلا مقدار شبر مقدار شبر يسنم القبر أما وضع الزهور والورود وسكب الماء وهذا كل من البدع والمحدثات يجب على المسلم أن يتبع ولا يبتدع وأن ينتهي عن مثل هذه المخالفات وما الفائدة الآن من وضع الأشياء هذه على القبر والله عجيب أمر الناس الآن الآن الميت لو جبت مثلا جبت إناء من ماء ولا جبت شيء من الماء يستطيع يخرج يشرب ماء ما يستطيع كيف الآن يأتي ويصب الماء على القبر وما الفائدة هل يضفع هل يعتقد الإنسان أنه والله القبر يشتعل نار حتى يضفع هل يعتقد بأن الميت عطشان حتى يسقي وين عقول الناس أين عقول الناس هذا الورد وهذا الرخام وهذا العبث الموجود والله لو قيمة هذه الأشياء تصدقوا بها على أرملة ولا على فقير ولا على المسكين والله أفضل بل هو الأصل بدل هذا العبث وتلف الأموال بمثل هذه الطريق حال الناس أن يتقوا الله وأن يراجع يكون وقافين عند كتاب الله وعند سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يزعمون يدعون حب النبي عليه الصلاة والسلام طيب هذا هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه الأشياء الجريدتين اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضعهما لأن الله تعالى أطلعه عنها القبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير الصحابة وم Dietrich الصحابة ما عرفوا أن صاحب القبرين يعذبان الله عز وجل كشف لنبيه بالوحي أنهما يعذبان فغرس عليه كيف يأتي الشخص الآن يضع جريده أو يضع ورد كأنه يعني يقول بأن صاحب هذا القبر يعذب طيب ما الذي أعلمه أن نزل عليه جبريل فلذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يرجعوا إلى دين الله ويقفوا عند حدود الله سبحانه وتعالى أم عبد الكريم من عجمان تقول تزوجت شخص من خارج البلاد رزق مننا بولد صار خلاف بيننا على أساس أني أسافر عند أهلي لبلدي في دولة عربية أنا رفضت بحكم ظروف أهلي ليس من ينفق علينا قام الزوج ولم ينفق علي ولا على ابنه ويأتي للبيت أخذ حق الشرع ويروح فقط ويسافر ويرجع إلى بلده ولم يترك لنا درهم نعيش به طبعا قصة طويلة تقول طلقني القاضي طلق بائنا هل تعتبر الطلقة محسوبة كطلقة الزوج و هل ابنه هذا ليس لديه نفقة أختي أم عبد الكريم من عجمان أنت الآن أمام مشكلة مع زوجك ما يصرح فيها الفتوى يا أخت الفاضلة يعني أنت الآن رجأت إلى المحكمة و القاضي طلقك منه طلقة بائنا خلاص بنتي منه مدام القاضي أعطاك صك في هذا لك الحق الآن تتزوجين بالنسبة للولد هذا نفقته على أبيه و أكيد القاضي حكم بهذا و إذا ما أخذت الحكم ترجعين إلى المحكمة تقولي عطوني الحكم الذي يجب على الزوج أن ينفذه في قضية نفقة الولد بارك الله فيك أبو هشام من اليمن يقول أحيانا نأتي و قد سلم الإمام و في أحد المصلين الذي كان مؤتم خلف الإمام قام ليتم ركعة فأتته أنا أتيت متأخر هل يصح لي أن أصلي خلفه و هل تكون صلاتي معه جماعة أبو هشام بارك الله فيك هذه من المسائل الخلافية بين العلماء هل المسبوق إذا قام يقضي يجوز الاعتمام به قولا لأهل العلم الراجح نعم يجوز لو حصل ما في بأس أنك يعني تقتدي به و تكون لك جماعة بإذن الله لأنه ما عندنا ما يمنع نبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا فدل هذا على أن الشخص إذا دخل المسجد الأفضل أن يصلي جماعة و إن لم يجد قام من صلى فيصلي معه فتكون نافلة للثاني و فريضة للأولى أم زايد من الإمارات تقول أنا زوجة ثانية و زوجة زوجي الأولى تأذيني بالسب والشتائم و الدعاء علي و العيالي و تقول أنت إنسان خبيث و لا فيك خير أنا لا أذيتها و لا غلط عليها و لا رديت عليها بكلمة واحدة أنا ما أقول إلا حسبي الله نعم الوكيل نويت أرفع علي قضية بسبها لي لكن تركتها لقضاء السماء حلفت على نفسي ما أدخل بيتها بتاتا لأنني مجروحة منها صبرت عليها ثمان سنوات تريد نصيحة أم زايد بارك الله فيك و رضي الله عنك أولا تؤجرين على أنك يعني ما رفعتي قضية و لم نمت الموضوع و عفوتي و صفحتي و هذلك الأجر و الثواب عند الله سبحانه و تعالى لأن مثلا هذه القضايا تتوسع المشكلة ما يعني مثلا تضيق و إنما تتوسع المشاكل عموما أنت غير مطالبة بأنك تزورينها غير مطالبة خلك في بيتك و هي في بيتها لكن أهم شيء لا تمنعين أولادك لأن هذه الأخوة هذه الأخوة من الأب لا تمنعين أولادك و ادعي لها و حاول قدره ما استطاع أنك تلطفين الأجواء ارسلينها هدية عيدي عليها في العياد سلمي عليها ما بين فترة و أخرى مهما كان يعني تبقى زوجك الأولى و سامحي و عفي و صفحي و ادعي لها عيس الله يهديها يا رب عبد السلام من اليمن يقول جدي عمل لأحد أولاده بقطعة أرض لأنه كان عمل يعني يعتقد بأنه يقول عمل له توكيل أو عطاه بقطعة الأرض لأنه كان يبره و لم يعمل البقية هل يجوز؟ عبد السلام أنا فهمت من سؤالك طبعا الكتابة ركيكة فهمت من سؤالك بأن جدك أعطى أحد أولاده قطعة أرض لأن هذا الولد بار و قريب من والده و ما عطى بقية أولاده تسأل هل هذا الفعل صحيح؟ الجواب لا الجواب لا غير صحيح بارك الله فيك كيف الآن يظلم جدك بهذه الطريقة و النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم و كون الولد هذا بار هذا جزاء عند الله أجر عظيم عند الله فالإنسان يعدل في الدنيا و بالنسبة لهذا الولد ما بر والده إلا لأنه يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فقضية أنه يعني هذا الأجر أجعله في مقابل يعني عطاء دنيوي لا قل لجدك يعطي الجميع و الولد هذا حسابه عند الله سبحانه وتعالى كبير لأنه بار بوالده و جدك ينصف و لا يظلم إلا إذا كان والله عنده قدرة على أن يعطي الجميع يعطي الجميع بارك الله فيك أبو عبد الله من عمان يقول هل يجوز الصيام بدل الوالد لأن مريضه ما يقدر يصوم عليه يوم أبو عبد الله بارك الله فيك الجواب لا ما تصوم عن الحي ما يصوم الحي عن الحي و إذا كان الوالد عاجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام بارك الله فيك تطعمونه عن هذا اليوم مسكين تطعمونه مسكين ما تصوم عنه بارك الله فيك أم محمد من موريتانيا تقول أسألك عن أخت شقيقتي أحبها أكثر من أولادي وأنا اليوم عمري فوق قرابة الخمسين أصغر مني قليل من صغرها وأنا أهتم بها حتى تزوجته بعد زواجها ولكنها دائما تغتابني وترميني في عرضي وتؤذيني في أولادي وبيتي وتقول إن زوجي يتحرش بها كذبا وتنام معنا في بيت واحد ولم أعد أحتملها قاطعتها حتى أني يعني عدت لزيارتها لأنني خفت من حقها وأصبحت الآن أصبحت تطلق الشائعات علي وعلى أولادي أننا مختلين عقليا ماذا أفعل والأذى صراحة كثير ماذا أفعل حتى تقول ترمي الفلفل والملح ظن منها أنه يسبب المشاكل مع العلم أننا لدينا أربع أخوة ذكور إلى آخر ما ذكرت أخت أم محمد بارك الله فيك هذا أيضا من الإبتلاء الإنسان يبتلى أنت الآن أحسنت إلى هذه البنت وقمت عليها خير قيام ثم جازتك جزاء السنمار مثل ما يقولون والله جل وعلا يقول هل الجزاء والإحسان إلا الإحسان في أخت الفاضلة انتبهي أن يبطل أجرك احتسب الأجر عند الله وما مضى من رعايتك لها وعنايتك بها هذه عند الله سبحانه وتعالى لك الأجر فيها والثوى وشوفي أخت الفاضلة ما هي الأسباب التي تدفعها إلى مثل هذا الظلم والتهم والأذية ابتعدي عنها وحاولي قدره مستطاع أنك تجعلين بينك وبينها مسافة بمعنى أنه ليس بالضرورة القطيعة المطلقة ولا الصلة المطلقة لأن بعض الناس الآن عندهم مثل ما يقول يا أبيض يا أسود ما يصلح في منطقة مثل ما يقول رمادية يستطيع الإنسان يتحرك من خلالها فأنت أخت الفاضلة في الأعياد في المناسبات في الأفراح في الأتراح صليها بقية هذه بتاعي يعني البعد أحيانا علاج سبحان الله العظم البعد علاج فلا قطيعة كاملة ولا صلة كامل هذا الذي أنصحك به عبد الملك بارك الله فيه من الإمارات يقول أنا من أوائل الإمارات في الصف الثاني عشر في بعض الناس اخترحوا علي أن أدرس الطلاب تدريس خصوصي بمقابل مادي نظرا لأني والحمد لله متمكن من المناهج وفاهمها بشكل جيد بس أنا ربطت الفكرة بحكم أني مجرد طالب مدرسي وما عندي مؤهل جامعي أني أشرح للناس ما الحكم عبد الملك بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يوفقك لي كل خير وأن تكون في الدرجات العالية في الدنيا ويوم القيام ابني الفاضل إذا كان النظام يسمح أنه مثل عقليتك ومثل إمكاناتك أنك الدرس وش المانع ما في مانع أهم شي تستأذن الجهة المختصة الوزارة إذا كانت الوزارة أو الجهة المختصة ما أدري تسمح بأن الطالب يدرس درس خصوصية لمن هو أكبر منه أو لمن هو في سنه مثلا وعنده القدرات والإمكانات خاصة وأنك من الأوائل ما المانع أما إذا كان النظام يمنع لا تلتزم النظام بارك الله فيك خليل أبو حسام من إيران يقول عندي صدمة بالرجل بالركبة الرباط الصليبي وأصلي قاعد هل يقبل؟ هل تقبل صلاة؟ خليل أبو حسام من إيران شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك إذا كان عندك عملية في الركبة بسبب حصل صدمة كما ذكرت وما تستطيع القيام في الصلاة صلي جالس لأن النبي عليه الصلاة قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم فأنت معذور بارك الله فيك ومتى ما انشعرت بالقدرة على القيام تقوم بارك الله فيك أبو ضاري من السعودية يقول حصلت مشكلة مع زوجتي وخرجت من البيت مع أخوها وقبل خروجها قلت لها إن خرجتي من الباب لا راحت الحكي ورقة طلاقك من باب التخويف رفعت علي شكوة بالمحكمة حلفت إنني قلت لها إنها طالق بالثلاث شهد على هذا أخوها بالباطل استدعتني المحكمة لم أحضر الجلسات صدر حكم غيابي بإثبات طلقة ثانية وحضانة ونفق لي ظروف والد الصحية كنت معه مرافق حتى توفي وقدمت استئناف المحكمة ما حددوا لي موعد وصال لها القضية سنتين ونصف يعني فما هي الفتوى بموضوعي أبو ضاري بارك الله فيك الفتوى عند المحكمة ما في فتوى في هذا الآن عندك قضية ودائما أي مفتي ما دام القضية عند القاضي خلاص ما يجوز للمفتي يفتي فيها هذه الآن عند القاضي لكن أخوي الفاضل حاول أنك ترى يعني تزور زوجتك وتدعوها إلى أنها يعني تترك مثل هذا الأمر وتتنازل وتعود إلى بيتها وتكون علاقتكم طيبة وإذا كانت تشكي منك أمر كل هذا الأمر بما نكرره ولا نعيده ونشينه وأن تقولها أنت أيضا عندك الشغلة فلانية وحاول أن يعني تتغافرون فيما بينكم وتتسامحون وترجع المياه إلى ما جاء أفضل من قضايا المحاكم خاصة بينكم أولاد هذه نصيحة لك قبل ما تستأنف وكذا قل لزوجتك تكتب تنازل وترجعون لحياتكم وتعدها بأنك ما يعني تؤذيها وهي تقدر ظروفك أيضا أما قضية المحكمة لا ما يجوز المفتي أن يقول والله لك كذا ولا عليك كذا هذه الآن نظرها عند القاضي فتحية من مسندم عمان تقول ما الشخص الذي يكثر من الحلف باليمين ما نصيحتك له نصيحة أن يترك الحلف هذه نصيحة لأن الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم والإنسان الذي يستمرئ الحلف سير يحلف بالحق والباطل وبالصدق والكذب ما يصرح يجب على الإنسان أن يعظم الله عز وجل يعظم شعائر الله الإنسان لم يقول والله العظيم يجب أن يكون صادق يقول والله العظيم يجب أن يكون صادق لأن حلف بالله سبحانه وتعالى ولذلك وصية أنه يخفف من الحلف ولا يحلف إلا في الأمور عفواً اللي يحتاج إليها الأمور اللي يحتاج إليها يحلف أما اللي ما يحتاج إليه ما في داعي إنه يحلف أم محمد من السعودية تقول سافرت مع زوجي للجنوب بحكم عمل زوجي بالحد الجنوبي وأنا أول مرة أروح لا أخذنا شقة ولا شفت مكان القبلة سألت زوجي وقال اتجهي كذا صليت أسبوع على نفس اللي قال زوجي وغيرنا الشقة وأخذنا تحت شقة بنفس الفندق وجدت علامة اتجاه القبلة الصحيح وأنا كل ذلك الوقت وصلي غلط وبعدين صلاة كل اللي صلاة بالاتجاه الغلط كنت أقصر الصلاة وصليتهم متتابعة تقول وبعدين يعني ماذا أفعل الآن أم محمد بارك الله فيك اللي فهمت من سؤالك بأنك سكنتم في شقة فندقية وقال لك زوجك هذه القبلة واستمرتي فترة من الزمن انتقلت إلى شقة ثانية وجدت علامة القبلة تبين القبلة إلى غير اتجاه السؤال هل الاتجاه إلى القبلة الغلط بالنسبة لك اتجاه إلى جهة كاملة أو اتجاه انحراف يسير يعني مثال شاهديني يا أختي الفاضل أم محمد الآن القبلة أمامي مثلا انت تقولي لا يعني أصلي بهالجهة هذه أو أصلي بهالجهة هذه ما عليك شيء لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة تقولي لا القبلة هنا وأنا أصلي هنا أو أصلي هنا نقول الله يعينك على قضاء هذه الصلوات إذا ما اجتهدتي إذا ما اجتهدتي يعني صليتي كيفما اتفق أما إذا اجتهدتي وسألتي وناظرتي مع الشباك تشوفين المعذنة تشوفين المحارب المساجد وسألتي أهل الفندق وقالوا لك هكذا ما عليك إعادة ولله الحمد والمنى أنور بن مفتاح من حضر موت يقول هناك أشخاص يقومون برعي الأغنام داخل المقابر علما أن المقابر عليها سور يقومون بفتح أبواب المقابر وأغنامهم في هذه المقابر ما حكم ذلك أنور بارك الله فيك بالنسبة للمقابر يجب أن تحترم والأموات في قبورهم كالأحياء في بيوتهم ولا يجوز ترك الغنم والأنعام تعبث بالمقابر النبي عليه الصلاة و سمناها الرجل أن يمشي بين القبور و نهى أن يتكأ الرجل على القبر أو أن يدوس على القبر كيف الآن إذا جاءت الأغنام وتعلمون بأن الأغنام ما تعرف حرمة القبور و لا تعرف قضاء الحاجة أين يكون و لذلك لا يجوز و إذا أراد الناس أن يأخذوا العشب الموجود في المقابر يدخل الرجل و يحش العشب و يخرجه و يطعم البهام خارج و بالعكس بل تنظيف المقابر من الأعشاب الضارة بالقبور لأن هذه مع الوقت تضر القبر فإخراجها و تنظيف المقبرة من الحشائش هذا طيب و يخرجه و يطعمون البهام خارج القبور خارج المقابر أم فاضل من العراق تقول هل فترة النفاس يجب علي قضاء الصلوات بعد النفاس و أيام الدورة أم فاضل بارك الله فيك و رضي الله عنك لا يا أخت الفاضلة المرأة الحائض و النفاس تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة و لذلك سألت احدى الصحابيات احدى النساء سألت أم المؤمن العاش لماذا المرأة تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت يعني من الخوارج قالت لا و لكني أسأل فقالت لها كنا نقضي الصوم و لا نقضي الصلاة على عهد رسول الله فالصلاة ما تقضيها المرأة الحائض و لا النفاس بارك الله فيك و هذا من رحمة الله و هذا من توفيق الله عز وجل المرأة لأن هذا يشق عليها تخيل امرأة الآن تقضي أربعين يوم صلاة أربعين يوم يعني مدة النفاس مثلا أو أكثر أو أقل أو امرأة تقضي كل عادة لها شهرية سبعة أيام تقضي هذه الأيام هذا ثقيل و صعب و مشقة و لذلك الله عز وجل الرحيم بعباده فتقضي الصوم و لا تقضي الصلاة محمد من ليبي يقول تشاجرت أنا و صديقي عندما زعلت منه قررت أني أذهب و أتركه فحلف صديقي و قال لي لو ذهبت من هنا و الله ما عاد أن أجيك البيت ما الحكم محمد بارك الله فيك و رضي الله عنك ارجع إلى صديقك و صاحبك و بر بقسمه فإن من حق المسلم على أخيه المسلم إبرار قسمه ما دام أنه قالك ما تروح و كذا و حلف عليك خلك موجود حتى تبر قسمه و أيضا تخزون الشيطان بهذا لأنك إذا أنت الآن يعني اللي نويته تركته هذا فيه إخزاء للشيطان فأنت تكون و لله الحمد الآن جمعت بين المصالح و بررت بقسم أخيك المسلم انتهى وقت البرنامج لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت لكن إن شاء الله نكمل في المجالس القادمة بحول الله تعالى و قوته إلى ذلك الحين ألتقيكم على خير السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية اشتركوا في القناة